هل سيتوقف برأيك الحوثيون عن التحرش بملاحق دولية عبر رسائل الاستهدافات الأمريكية هذه أم أنه بالعكس الآن الاستهدافات قد تتوسع لقواعد أخرى بشبه الجزيرة العربية شوفوا حضرتك كل الاحتمالات ستظل واردة ربما يحاول الحوثي محاولات تحرش لكنها لن تؤدي إصابات سواء في إصابات بشرية أو إصابات في المعدات وأصفهم بدرجة كبيرة يعني إزاي إن هي تشتبك لكنها لا تحدث خسائر لأن في هذه الحالة سوف يكون رد الفعل الأمريكي رد فعل عنيف وكثيف وهو ما لا تقدر عليه القدرات الحصية ولا تريد الانخراط في القوة الإقليمية الدعم لهم إيران بشكل كبير لأن في هذه الحالة في حال تدخل إيران يجعلها ويحولها إلى مواجهة مباشرة وهو ما تسعى إليه إسرائيل النقطة الثانية أن القدرات الداخلية والأوضاع الداخلية في إيران لا تسمع لها بالدخول في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة أو مع أي قوة أخرى أو هكذا لعبة توزيع الأدوار من جانب إيران هي تريد أن تورطوا قلاءها أو شراكاها ما دون الدولة في الإقليم حزب الله في لبنان حرقة حماس في فلسطين ميليشيا الحوسي في اليمن الميليشيات الشعية في سوريا والعراض دون أن يؤدي ذلك إلى تدخلها في حرب نظامية مباشرة النقطة البالغة الأهمية أن القوة الأساسية لإيران تكمل في البحر وليست في الميدان أو في الجو وهو ما تدركه بدرجة أساسية فإذا كانت تستطيع أن تضع بعض الاستهدافات من جانب ميليشيا الحوسي لكنها لن تستطيع الخوض مواجهات مباشرة سواء مع الولايات المتحدة أو مع تحالف دولي تشكله الولايات المتحدة لإستعادة حرية الملاحة وأنا أعتقد أن رسائل واشطن وصلت ليست للحوسي وإنما وصلت لإيران ويتوقف ذلك على رد الفعل الإيراني الحوسي